في العراق أعلنت خلية الإعلام الحربي استعادة القوات العراقية حيين من الجانب الأيمن من مدينة الموصل بعد معارك عنيفة مع تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية ذكر بيان للإعلام الحربي أن قطعات قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من السيطرة على حيي المعلمين والسائل ورفعت العالم العراقي فوق مبانيهما على سعيد ذاتها قالت مصادر أمنية أن القوات العراقية وصلت إلى ما يعرف بشارع الكورنيش وباتت قريبة من عمق مدينة الموصل القديمة وحول آخر تفاصيل وتطورات المعارك الدائرة الآن في الموصل ينضم إلينا من الموصل مرسلنا طارق ماهر إذن طارق محجم تقدم القوات العراقية خلال الساعات القليلة الماضية أيضا طبيعة دفاعات تنظيم الدولة الإسلامية في هذا التوقيت بالضبط من زمن المعركة في الموصل نعم سارة ثلاثة أحياء تشكل بمجموعها جبهة أواجهة الأحداث والمعارك العنيفة التي تدور منذ فجر اليوم هذه المحاور الثلاثة تتلخص بالمحور الجنوبي يبدو أنه الأقرب إلى كاميرا العربي وكما تظهر الكاميرا من خلفه هناك أعمدة الدخان التي ما تزال تتصاعد جراء تفجير ما يعرف به تنظيم الدولة لخمس سيارات مفخخة ثلاثة منها تم تنفيذها بصهاريج كبيرة الحجم هناك مواجهات عنيفة تدور في الأحياء الجنوبية التي تخوض فيها وحدات الشرطة الاتحادية مواجهات عنيفة في حي التنك الجنوبي هذه المواجهات تدور منذ صباح اليوم ولحد الآن ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الذي اعتمد بشكل كامل في المواجهات منذ صبيحة هذا اليوم ولحد الآن على السيارات المفخخة التي بلغت كما ذكرت خمسة سيارات مفخخة هذا المحور يجاور المحور الآخر وهو المحور الغربي الذي كلفت به وحدات النخبة من جهاز مكافحة الإرهاب الذي يخوض هو الآخر معارك عنيفة تمكن خلال الساعات الثمانية الماضية من بسط سيطرته على حيين هما حي المعلمين وحي السايلو وهناك مواصلة أو تقدم لهذه الوحدات في محاولة لبسط السيطرة على الحي الثالث وهو حي الموصل الجديدة هناك محور ثالث هو المحور الشمالي الذي يخوض فيه الجيش العراقي ممثلا بالفرقة المدرعة التاسعة مدعومة بوحدات أو فصائل من الحجد الشعبي هجمات لما يعرف بتنظيم الدولة الذي يحاول استعادة السيطرة على سجن بادوش استعادة السيطرة للقوات العراقية على سجن بادوش يعني قطع الطريق بين الجزء الأيمن أو الجزء الغربي من مدينة الموصل عن تلعفر وهو على ما يبدو الهدف الستراتيجي الذي يكلف به الجيش العراقي لا بد من الإشارة سارة إلى أن وزير الدفاع العراقي عرفان الإحيالي وصل إلى قيادة العمليات المشتركة للإشراف على ما يدور من عمليات وعلى توزيع الأدوار بين القوات المسلحة العراقية هذا باختصار ما يدور في النصف الغربي من مدينة الموصل في المواجهات الميدانية أما في الملف الإنساني فقد زارت كاميرا العربي مراكز الإيواء الأربعة التي تم تخصيصها لإيواء عشرات الآلاف من النازحين الذين تزداد أعدادهم كل يوم هذه الأعداد التي بلغت لحد الآن وفق البيانات الرسمية أكثر من خمسين ألفا وهي تزداد بمعدل خمسة آلاف كل يوم رصدنا الأوضاع والمعاناة التي يعيشها هؤلاء النازحون وأعددنا هذا التقرير